اهلا بكم الى هذا الموجز التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة في ايطاليا للاستماع الى انشغالاتهم واقتراحاتهم جاء ذلك في اطار زيارة الدولة التي يقوم بها بدعوة من نظره الاطاري سيرجيو ماتاريلا كما دعى رئيس تبون افراد الجالية للانخراط في المصار التنموي الذي تشهده البلد على احوالهم والإسراء الى انشغالاتهم وتطور بها وكان موافقا والخطوة الاولى للتكفل بها مستقبلا قد رئيس الهلال الاحمر الصحراوي يحيى بوحبيني انه يعمل بالتنسيق مع الهلال الاحمر الجزائري على تحسيس الجهات المانحة والمنظمات الدولية للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الصحراوي نحن هذه فرصة ثمينة لنتشاور معا وكيف نقوم بعمل مشترك لتحسيس الجهات المانحة والمنظمات الدولية اتجاه اللاجئين الصحراوي للقيام بواجبهم وأقول واجبهم ومسؤولياتهم البلد المضيف يقوم أكثر من ما هو منتظر منه كبلد ضيافة للاجئين ولكن هذه مسؤولية دولية من جهتها أوضحت رئيسة الهلال الاحمر الجزائر ابتسام حملاوي أن السياسة الهيئة تعرف استراتيجية جديدة ومغايرة كما تعمل بالتنسيق مع الأشيقاء الصحراويين على ضمن استمرارية التموين بالغذاء في مخيمات اللاجئين الصحراوي هناك إدارة جيدة جدا لمخزون التغذية المواد المتوفرة بفضل المجهودات الكبيرة التي يبدلها الهلال الاحمر الصحراوي في التخطيط والتي يرافقه فيها الهلال الاحمر الجزائري في الامداد إضافة إلى الصليب الاحمر الدولي وصليب الاحمر الاسباني كذلك إذن هناك تضاف الجهود من طرف العديد من المنظمات الدولية بالتنسيق مع الهلال الاحمر الجزائري والهلال الاحمر الصحراوي لكي يتمكن اللاجئين إخوتنا اللاجئين في المخيمات الصحراوية من الحصول على الكمية المناسبة من الغداء الشهري وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسهل منح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي خرصون وزاباروجيا التي بسطت القوات الروسية سيطرتها عليهما وكان ممثل الإدارة المحلية الموالية لروسيا في مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف أن المقاطعة ستتجه لتصبح جزءا من روسيا مضيفا أن سكان المقاطعة يريدون ذلك كما استبعد روغوف عودة زاباروجيا إلى أوكرانيا والمفاوضات مع كيف نهاية الموجس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر